طيب نكمل مع حضراتكم زي ما قلت لكم نتائج اليوم كان فيها فيوتشر فائز على البنك القالي بهدفين النظيفين هدفين ليه ناصر ماهر ومحمد فاروق ناصر ماهر سجل هدف فيوتشر الاول في الديئة 28 ومحمد فاروق سجل الهدف الثاني لفريق فيوتشر في ديئة 87 واللقاء شهد محمد دبش اللي هدف هي قدام حضراتكم هدف رائع ليه ناصر ماهر الهدف الاول لعب مميز ولاعب رائع وبدأ كمان يرجع تاني لمستوى رائع فيوتشر اللعبين كلهم بدأوا او بدأوا يدخلوا في الجيم يعني زي ما يقول محمد فاروق هدف بالشاكة يعني محمد فاروق حتى ما احتفلش حتى أنا كنت قاعد مع بعض الاصدقاء تصورت انه كان لعب سابق في البنك الهدف بس هو ما احتفلش عشان نحس انه الهدف فيه ثقة شديدة وفي وقت كمان فيوتشر كان مسيطر عن مباراة بيضيع العديد من الفرص بسبب النقص العددي للعبي البنك الاهلي بس الاداء في المجمل زي ما قلت لكم اداء فيوتشر في الفترة الاخيرة اداء مميز واداء رائع جدا